أنا فردوس عبد الحميد إحدى أهم فنانات جلها وصحبة رصيد فني مثري في السينما والمصرح والدراما أثرت في قطاعات وساعة داخل مصر والوطن العربية وحظت على احترام وتكريم من كافة البلدان العربية الحقيقة تكريم من سيدة انتصار السيسي لرموز المرأة المصرية كان تكريم إحنا حسينا كده أنه لمسهم وكل رمز كانت بتطلع المصرح كان فيه كده لغة لطيفة جدا ما بين المرأة المكرمة أو السيدة المكرمة كرمز في مهنتها أو في عطاها وما بين السيدة انتصار السيسي بابتسامتها بودها كان فيه كده تقدير حتى ما بين العيون ضفتي واحدة من المكرمات وهي الحقيقة تستحق هذا التكريم اتكرمت عن مشوار مشوار عطاء مشوار اعتقد هي غاصة في الشخصية المصرية يعني لما تشوف الشخصية المصرية الشخصيات المصرية اللي قدمتها هتلاقي انك شفت المرأة المصرية بكل أنمطها بالتعداد بتاعها باختلافها بتنوعها بشقوتها بلزازتها بجديتها بمسئولية بمشاكل بفرحة بكل الأدوار اللي ممكن تقدم على الشاشة المصرية سواء السينما أو حتى على شاشة التلفزيون شخصية الحقيقة بدأت العطاء والدراسة تخرجت من فنون المعهد الفنون المصرحية سنة 1969 وكان يقال عنها صاحبة البشرة الأمحية أم عيون حلوة مصرية هي الفنانة الجميلة فردوس عبد الحميد مساء الخير مساء الخير يعني أولا أنا سعيدة جدا لحظة التكريم ما بينك وما بين سيدة انتصار السيسي أنا كنت شايفة في لغة العيون تكريم تاني والله أنا مش بجامل هذه سيدة سيدة تحس مريحة ورقية وتحس فيها أنها هي دي مثال للسيدة المصرية حتى الملابس البسيطة اللي بتلبسها حتى طريقة كلامها لما هي خطبت يعني علينا وقد إيه حتى بدأت قالت احنا عاديين مع بعض قاعدة حلوة وده صحيح يعني كانت كده وكل اللي قاعدين كانوا حاسين بدا وما فيش تعالي هي ما عندهاش إحساس إنها يعني زوجة زعيم ولا حاجة هي ستة مصرية مننا فعشان كده يعني أنا كنت سعيدة جدا بالجائزة دي أنا لاحزت كمان يعني الحركة على المصر حضرتك طبعا فنانة كمان مصرحية الوقفة كلكوا وقفتوا وقفة كده حضرتك ونلي وكل الناس كان فيه وقفة محبة يعني التكريم حلو ده صحيح وخصوصا إن المناخ في الحفلة دي كان كل اللي حواليك ناس عظيمة تستحق تستحق والله كل اللي تكرموا كلهم يستحقوا وكان الاختيار يعني جيد جدا وأنا سمعت إن سيادتها يمكن هي اللي اختارت الشخصيات اللي تتكرم وكان فيه ود يعني ما بيننا وما بيننا كان فيه ود واضح يعني حتى يعني خليني أقول الطريقة واستقبالها لكل شخصية كانت بتعبر هي كمان بأداءها بتكريم يعني تكريم الشخصية وكانها هي متابعة لكل الأعمال يعني أنا بقولها أنا بحبك قوي قالتلي والله وأنا بحبك أكتر يعني ست جميلة جدا لما كلموك يعني كانت وعرفت إن فيه تكريم يعني كلميني على المكالمة والله أنا سعدت جدا إنه يعني ده حصل وطبعا الفنان لما بيمر وقت طويل جدا عليه في الفن والأعمال الفنية ويلقي الدولة بتقدره وبتقدم له الجوائز وعرفة مجهوده اللي حصل في السنين دي كلها بيبقى ما عندكش فكرة قد إيه إحساس التقدير ده عند الفنان ومش بس الفنان والله يعني كل الناس اللي تكرموا كلهم كانوا حاسين بالإحساس ده لأن لما الدولة تكرم سواء الفنان أو العالم أو يعني كلها ده بيؤكد أن المرأة المصرية في تنوعها امرأة لها وجود في المجتمع طبعا ده أكيد ترجمة نانسي قنقر